وإيه هي النفس؟ النفس كائن غير مرئي لا ملموس ولكنه محسوس والنفس تتعلق بالجسد تعلق الماء بالعود الأخضر والنفس سر من أسرار الله عز وجل وهي التي تؤثر على البدن بالرغبات والشهوات والنزوات وطالما أن النفس موجودة فأنت مكلف فإذا فارقت النفس الجسد فأنت ميت والنفس تفرح وتتألم وتدخل الجنة وتدخل النار والنفس تتذوق والنفس أيضا تموت قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم حينما يعني أنه لا تزوج من موتا وإعجاب أمه وإيجاب أمه فأنت من موتا والنفس الموت